ابرمت الجزائر مؤخرا اتفاقية بين قطاع الصناعة ومجمع ستيلونتيس من اجل انجاز مصنع لتصنيع السيارات فيات في هذا الصدد كشف مدير صناعة الحديد والميكانيك والطيران بوزارة الصناعة محمد جبيلي ان مجمع ستيلونتيس بامكانه انتاج علامات اخرى الى جانب فيات بالجزائر ومن العلامات التي يمكن للمجمع ان يصنعها في الجزائر هي بيرجو وسطروان واكد المسؤول ذاته لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الشروق ان الجزائر اتفقت مع مجمع ستيلونتيس على تسويق اول سيارة من نوع فيات قبل نهاية سنة 2023 ولف تجبيلي في تصريحه الى ان اسعار السيارات ستنخفض لتعود الى اسعارها السابقة اللي كانت سنة 2015 و2016 ان شاء الله سلام